السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة مطبخ مريم اتمنى لكم رمضان كريم يدخل علينا بالصحة والهنا ان شاء الله كل عام وانتم بألف ألف خير ان شاء الله يا رب اخواتي اليوم جيتكم فيديو جديد وصفة جديدة سنقوم بريوش خفيف ومغذي محشي بطمر روعة ومازهار ما شاء الله احشوفه معي يالله نبدو على بركات الله هنا عندي سجم غارف كمية كبيرة من خميرة الخبز هنا كيلت السكر 3 اربع في هذا القهوة وعندي كياس من فانيلي ومغرفة صغيرة من الملح احنا نوريكم واربع كوب من زيت الكوب الآن سوف نذكركم 300 مليلتر يعني سوف ندير كمية كبيرة قطركم للصحور ان شاء الله هناك كوب حليب دافي كوب لا دافي وعندي ثاني 150 غرام من زبدة كونطرية أو معقاغين ما لديكم لدي حبات البيض بصحة البيض يكون على درجة حرارة الغرفة تفهمنا يعني اذا اضعتوا شيئا برده اكيد لن يجب البيض كبير اضعت فيه ماء سخون يعني ملعين سخونوا لدفوا برك الماء ودخلوا لحبات العربية الداخل ودخلوا لهم 15 دقائق ياخذوا حارة الماء الدافئ ضفتنا هنا الحليب ضفت الماء ضفت الماء ضفت الماء في صندوق الوصف وربع كوب من الزيت ونخلط مليح كامل هذه المكونات تعرفوا هذا سهل جدا هذا البريوش ويخمر بالخف في خمرة الحلوة كذلك يخمر بالخف يعني لا تكسروا رأسكم كامل هنا يوجد مغارف كبار من حليب البودرة حليب البودرة نحرر كل الشمليح ونضيف تقريبا كيلو من الفارينة اذا بهذا المكونات التي أعطيتها لكم ممكن أن يأخذ لكم على حسب كبير الحبات على البيض وعلى حسب النوعية الفارينة هذا يجب أن ترى معينكم هنا ضفت كيس من خميرة كيميائية ساقصونة 15 غرم نخلط كيميائية أولا بالمضرب اليداوي من بعد نضيف الفارينة بالعقل ونضيف ونضيف الزبدة تكون طريقة أو مغغغين ما لديكم نضيف كم ونضيف 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 ما لديه ثلاثة 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 سألتخذ ثلاثة 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 هذا المزهر سوف نضيف المقروط و بخير أحبنا أن نضيف داخل البريوش نبدأ ان نبدأ كميرا ندخل الملح نضيف ملح و نضيف غير بالعقل المزهر شحل كمية على حسب شحل تقريبا 200 غرام من تمر إنهم لا ترون أبداً جميعا نضيف الملح لنضيف الملح سوف نضيف الملاحظ هنا من قبل أن تضيف الملحة ثم قمت بتحديد الملحة قمت بتحديد الملحة و قمت بتحديد الملحة بعد أن تنتفخ الملحة ربع ساعة ترتاح و من بعد أن نضيف الملحة كما رأيكم اخذتها قليلا ونضع الحشو في الواسط مغرفة صغيرة وقض المندارين كما رأيكم نشاهد نأخذ الصينية التي سوف نضيفها بشفارينة نضيفها كما رأيكم نشاهدوا كما رأيكم نشاهدوا اضيفها لا تحضر الحشو في الوز اضيفهم نكمل كمية خمرهم ونصف ساعة نتحضروا في الوز ودخلوا من الفرن على 220 درجة هذا هو الشكل النهائي يجو خفاف بزاف خاصة بالتمر والمازهار وكامل وش نحكي لكم خيالية هذه وصفة حبيت مبارتاجها معاكم لصحو ان شاء الله ونتمنى ان رمضان ندخل علينا بالصحة والهنا قيم و الدين المترجم الى unmute شكرا القليقين شكرا جميعا اشتركوا في القناة السلام عليكم شكرا شكرا